قيل في شأن الحرب الروسية الأوكرانية الجارية عدا عن كونها تمثل نقطة تحول استراتيجية كبيرة في مفهوم العلاقة بين الغرب وروسيا في تغيرات جيو سياسية سيتغير معها نمط العلاقات الدولية في العالم كله وليس في محيط تلك المنطقة في شرقي أوروبا فقط لكن الجديدة أيضا أنها قيل في شأنها أنها باتت تمثل ساحة جديدة لتجارب السلاح والاستعراض الأسلحة الغربية والروسية على السواء قيل في شأنها أيضا أن اختبارات جديدة تتم لأسلحة ربما لم تستخدم من قبل حتى وإن حيزت لدى بيوش بعض دول العالم وتحديدا في الفريقين المتناحرين في ذلك المحيط قيل في شأنها أيضا أنها باتت تشكل مضمارا مناسبا للغاية لاستعراض القوى واستعراض ما تنتجه القوى الغربية من أسلحة في مقابل ما تنتجه روسيا التي تنتج شيئا كثيرا وتعتاش في جانب كبير من مدخلاتها الاقتصادية على مبيعات السلاح باعتبارها موردا موضع ثقة بالنسبة لدول عدة حول العالم والكلام ذاته تقريبا ينطبق على السلاح الغربي لكن حقيقة أن هناك جزء من الابتكارات لأسلحة صحيح هي تعود لعقود طويلة خلت لكن جانبا من التطوير الذي كان ملحوظا على أنماط قديمة من هذه الأسلحة بدأ يطرأ ضمن المستجدات الخاصة باستخدام هذا السلاح إما لأنه أقل في التكلفة وهذه حرب ابتلعت مليارات الدولارات من الفريقين على السواء أو باعتبارها قد تكون أقل كلفة حتى على مستوى الخسائر البشرية التي بدت مؤثرة للغاية لكل الفريقين على السواء كلنا تقريبا تابعنا واستمعنا للتقارير التي كانت تتحدث عن الطائرات المسيارة عن الدرونز ومختلف تحويراتها وإنتاجاتها التي جرى استخدامها في هذه المعارك لكن الجديد أيضا في هذه الآونة أن هناك نمطا جديدا من الاستخدامات لمسيارات أخرى لكنها هذه المرة ليست الطائرات هي الزوارق الزوارق المسيارة عن بعد التي يمكن أن تحدث جانبا كبيرا من التلفيات فيما يريد استهدافه لكنها أيضا تطرح جملة من التساؤلات حول جدوى استخدامها وما الذي يمكن أن تؤثر به في ميدان هذه المعارك الدائرة منذ ما يزيد على عام ونصف تقريبا وهذا سيكون موضوع نقاش رئيسي في هذه الحلقة أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا المساعد ترجمة نانسي قنقر